امام في مرمى التربص والحقيقة كان مبارح حلقة وهستخدم تعبير الكابتن احمد شوير ولا اروع من كده كابتن شوير مبارح في حالس الاهلي عمل حلقة للتاريخ واجمل ما فيها انه عرف الناس على امام عشور ما اعتقدش انه كان ناس كتيرة تعرف امام عشور كويس قبل حالة يتنبارح النقطة الكتيرة المهمة او النقطة الكبيرة المهمة طبعا ده رائع جدا لقناة الاهلي ونقلة كبيرة لقناة الاهلي والجمهور التف حول شاشة قناة الاهلي كل دي مكاسب رائعة جدا بس كمان الروح الرياضية المفترض تكون كسبة كويس او امبارح لان اللي قاله امام عشور عن الكابتن محمود الخطيب مهم جدا نسمعه علشان نشوف كيف انه ينطوع على رسالة مهمة جدا لا يفعلها الكثيرون نشوف كلام امام عشور مع الكابتن شو بيرن بانا كابتن محمود الخطيب لا احكيلي انا معديش الحوار انا مش كابتن محمود الخطيب الا ثلاث مرات او اربع مرات لحد دلوقتي او سهلا تدخلت النادي غير المقابلات اللي في المالعب بس فيست وفيس كده اربع مرات او ثلاث مرات حاجة احكيلي اول اول لقاء اول مرة طبعا لما شفته هايبة طبعا كان في معسكر النمسا اه في المعسكر اه اه حلو اه اه طبعا ما ما اتكلم عليه طبعا مش عارف اديله حقه اه كابتن محمود بتعم معنا طبعا كابتن خطيب بتعم معنا طبعا اه اه انت بتحب الكابتن خطيب زمان اصلا ما بيش حد يا كابتن نعم هو لسو علي يا كابتن اه طبعا اه ما بيش حد يا هبشي كابتن عمد للخطيب طبعا ولما تعملت معاه حبيته اكتر طبعا طبعا نعم شخصية محترمة جدا اه اه تقابلنا اول اول مرة في النمسا احكيلي احكيلي اللي قال اه احنا عادنا دقتين في الزبط دقتين دقتين والله اه قال لي كلبتين فيهم واحد قال لي عايزك تركز تشغيلش بالك بحاجة تانية حاجة ما تخسرش جمهوري النادي الزمالك ما تخسرش وانا لحد وقتنا هذا انا مش هنصاله الكلمة دي والله وانا لحد وقتنا هذا عمري ما يخسر جمهوري الزمالك vegetables قال لي كده رئيس النادي الاهلي قال لي كده وانت جایا من نادي الزمالك والله يقال لي كده لا تركز ما راكش دعوه بحاجة وقال لي راكز بالمالعب ما لكش دعوه بأي حاجة تانية ومتخسرش جمهور نادي الزمالك ده إيه اللي احترام ده والله العظيم أنا بدلت بصص له جده بصص له طلع حضرك طيب الكلام اللي قاله أمام عشور لما قاعد مع الكابتن الخطيب ما تخسرش جمهور زمالك دي رسالة بتوجز يعني إيه ما تستفزش تكلم باحترام تصرف باحترام ما تتعلقش ما تشغلش ما تخسرش الناس لا ما تخسرش الناس لها كل اللي أنا بقوله ده بقى عشان الناس اللي كانت بتزعل لما بقول أنا مسؤول عن ابني وتصرفاته لما يجيلي لأن أنا بقوله كده أنا بعلمه على ده ايه إذا التزم معايا يبقى أنا كسبت واحد وصححت مصاره وهو ده اللي يتحاسب عليه الأهل لما تقعد بقى أنك عايز بس تسخن وتعمل تحفيل هذا الكلام لا يعنينا هذه هي نسخة إمام عشور في الأهل لما تحدث عن زميله تحدث محترام شديد جدا تحدث بتواضع كبير جدا لما بص بص الكلمة دي خليته عمل إيه ما تخسرش جمهور الزمالك اتكلم على الزمالك إزاي أنا رحت الزمالك وعملت كذا وعملت وغي واحد غيره يعمل حلم حياتي وأنا طول عمري وكنت موجود غلط في الأهل لا ما عملش كده لأنه ما حدش حيصدق ها اللي بيعملوا كده دول غالبا الناس بتقوله هو بيقول كده عشان موجود في المكاه ويراضي جماهير بتاعة النادي اللي هو فيه لكن لما أنت تطلع بالمصدقية تقول هذا الكلام أولا بتحترب عقلية المشاهد ثانيا بتكون مقدر وبتقدم نفسك كراجل يعترف بالفضل لاصحابه أضاف إلي وأنا كنت عايز وأنا كنت عايز وأنا كنت عايز وبعد نروح للنادي يوم يطلع وعد يقولك شوفت بقى أصلا بيحب كذا وهو مش طاي نفسه لا لأنه هو علاقته بالنادي اللي بقى اللي بيترجبة الكلام أنا عادت كذا وعادت كذا تعلمت كذا وكسبت بطولة كذا وأنا أوعد بكذا لا القادم يحاسب عليه الكابتن إمام عشور سواء أداء وأعتقد أن إمام عشور يعيش حالا من النقلة النوعية في تاريخه بحجم البطولات اللي تحققت في موسم أو أقل فكان طبعا كابتن شبير مش عايز أقولك كان منفقا هو الراجل بيقع فيه قعد الناس قدام وخليه تتكلم وينكونش حتى ساعة بقى سئلة تبدو وكانها سأل بيه لكن عشان تتكلم في الحاجات اللي الناس بترددها بس بمصدقية إمام عشور مؤكد أنه طلع كاسبان من حلقة الأمس وهو المطلوب القناة طلعت كاسبانة بحجم المشاهدة كابتن شبير هو كابتن شبير صحيح أخذ بالك صحيح بحجمه وزكاءه وتناوله الأمور أي أتمنى كل التوفيق لنجوم النادي الآلي وخاصة نجمنا اللي هو كان يعيش ظروف سيئة الفترة اللي فاتت طيب يمكن وهج الحلقة أنه النهاردة لعله كمان من المكاسب اللي تمت تمت تسوية مشكلة إمام عشور مع المحامي فرض الأمن في المول والقضية اللي كانت وصلت إلى سحات المحاكم وصدر فيها حكم ضد إمام وكان الحكم غيابي وتم تقديم المعارضة عليه لكن النهاردة أعلن بشكل بين كل الأطراف أنه تم التصالح ونشر إمام صور له مع المحامي أو مع فرد الأمن والمحامي بتاعه وأعلن أيضا محامي فرد الأمن عن هذا التصالح وقال أنه تمت التسوية تماما وأن الرجل فرد الأمن أخذ حقه رد اعتباره أدبيا ونفسيا ومعنويا وماديا تم تعويضه علشان ييجي المحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي واللي كان مطلع كان وكيل إمام في هذه القضية يبدأ تقديم إجراءات التصالح أو مذكرة التصالح لهيئة المحكمة علشان الأمور إن شاء الله تعالى الفترة الجاية يركز إمام في الهولو كابتن خطيب ركز فقط في الملعب وشغلك وما تنشغلش بحاجة تانية وما تخسرش جمهور الزمالك دي كانت رسالة مهمة جدا لكل الناس حتى اللي بيحاولوا يقللوا من إمام واللي دايما فيه تربص مع إمام لدرجة إن أنت ما تفهمش الناس دي دماغها فيه إيه لأنه فجأة شوية يقولك أنتوا خدتوا ليه إمام ما كان بيفضل الزمالك عليكم لأنه لما رجع قالك أنا أعدت شهر بعد ما رجعت من ميتلند الدنماركي أعدت شهر ما جيتش أنتظر الزمالك فتلاقي اللي بيقولوا أنتوا خدتوا ليه ما هو كان قاعد منتظر الزمالك ما كانش بيفكر في الأهل للأسف هم نفسهم اللي بيقولوا الأهل عمل كبري للدنمارك عشان يوديه ميتلند ويجيبه طب يا عم هو كبري ولا نفع ما أنت لزا بتلوم الأهل إن أخدوا ضم إمام في الوقت اللي إمام كان عايز روح الزمالك فين الكبري فين الكبري بجد عشان تشوف أن المسألة أنا بس عايزة زي من موضوع كبري زي النقل فنان الكبير القدير اللي أستاذ نبي الحلفاء وقال لك ده ضرب للمنطق ده قتل للمنطق حقيقة ده قتل للمنطق لأن في الوقت اللي إنت بتلوم الأهلي هو في الوقت اللي بتتهم الأهلي بما لم يفعله يعني أصل كلمة كبري بتودين اللي بيقول ليه هو أنا محتاج أعمل كبري عشان أسيبك ليه يعني إذا كنت يعني ناورت وعملت حركات عشان أعمل كبري عشان أرجع على نادي تاني يبقى أنت أنا كنت عايزة أمشي فالأمور لو احترافها وببساطة اللي عايز يمشي يجيب عرض لو عجبك خده ما عجبكش استنى النهاية عاده يمشي الأمور كده فالكباري دي مش حاجة من كتر ما بتتردد توس لا نفذك بدافع على حاجة خايبة أيها هو عمل كبري عشان مش عايزك عايزني طيب يا سيدي شكرا يبقى هو كان عايزني إه إنت ليه خليته يعمل وبعدين كبري إيه أبو ثلاثة مليون يورو ده ولا ثلاثة ونص مليون ده 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 مش كبري ده برج إيفل واخد بالك فمسألة يعني يعني الأوفاظ اللي بنقعد تشغلنا وننجارف إليها عشان حتى تخد بره عن العملية الاحترفية نفسها طيب زي بالضبط يا جماعة ودي برضو يارد تكون محتاجة شوية من العقل هو أنتو زعلنين إن الأهل تسامح مع إمام عشور لأنه إمام عشور لما هتف ضد الأهل ورموزه وهو ناشئ في نادي الزمالك زعلنين إن الأهل ضموا برغم إنه هو حد شقله عيب حد في الوقت اللي انتو زعلنين من تسامحوا الأهل بتتهموا الأهل بعدم التسامح في إعادة لعبين آخرين قولك الأهل قاسي جدا الأهل مش عايز ليه رجع عصام الحضري الأهل ليه مش عايز يرجع رمضان صبح وتلقوا برامج شغلة نفسها قوي قوي يعني فيه أحد الزمل المزعين تقريبا مع كل ضيف يسأل هو رمضان صبح ليه ما يرجعش الأهل وهو الرجل أصلا مش عايزوا يرجع الأهل بس هي اتهموا بطن للأهل بالجفاة والقسوة وإنه ما بيرجعش يا عمد أنت اللي كنت زعلان إنه الأهل تسامح وأنت عايزوا متسامح ولا عايزوا قاسي قوي قولينا بس في الحالتين بقولكوا بيضربوا المنطق فيه مقدر لا يا أستاذ أبراهيم كمان فيه نقطة أنت عمال بتنقشنا على أوضاعي فتراضية يعني عمال بتخلق وضح إنه فلان عايز يرجع وتمش عايزوا يرجع ليه وهذا أمر ما فيش حد قاله يعني وهو الراجل بيلعب في نادي وملتزم مع نادي والنادي ما قالش عايز أسيبه وهو ما قالش أنا بديه من نادي بتاعي يعني مش عارو مع النادي الآلي ده مؤكد ورمضان صبح مش عارو مش هتوبقى مع النادي الآلي هتوبقى مش عارو مع النادي الآلي لكن الواقع الاحترافي بيقول إنه في لحظة ما اتخذ قرارا الناس زعلانا منه ويمكن زعلانا منه على كلمة قص الطموح لكن مش زعلانا منه كرمضان صبحي لأن رمضان صبحي عند الناس له قيمة فإنت النادي اللي قال لي ما تحطش المعايير غير واحدة لا عصام الحضري طب انت هل زرف كابتن عصام الحضري زي زرف واحد جايلك من برة ما احنا قولنا بقى أنا مسؤول عن ولادي هم عندي وتصرفاتهم لما يعملوا تصرف مش متوقعوا منهم طبعا بيضايق بيخليك حاسم على حاجات تفاصيل كتير اتقلت فوقتها مش عايزين عدة ما حطوش هي محاولة لإصارة اللعيبة اللي هي أه جد لها لأ اللي هي متضايقة وعندها إحساس بأن الأهل مش متسامح معها بس عشان يطلعوا وتكلموا دلوقت لكن حقيقة الأمر لا الأهل بيقدر يوزين كل حالة لوحدها